الله يعطيكم العافية جميعاً استكمالها للموضوع الدرس السابق جمل الشرط حلينا الصفحة السابقة الآن هاي الصفحة بنشوف مثال رقم 11 لاحظوا أداة الشرط بتدلني على أنه عندي هون جملة شرط يعني هي بتدل على القاعدة قواعد الشرط الآن بتطلع على الجزء المقابل would have وverbi 3 معناته هون بدي had وverbi 3 had had وهاي الجملة على type 3 when you water to 100 celsius degree it boils when أداة الشرط لاحظوا simple present هون إذن هون بدي simple present وهي على type 0 when you heat water to 100 celsius degree it boils 13 you will not pass your exams unless unless أداة الشرط ما قبلها simple future ما بعدها simple present unless you study if you the plants they will die لاحظوا will die simple future جبلة الشرط F بدي هون simple present ها بس من في هون if you do not water the plants they will die 15 do you usually go home when school يلا the usually go home when school finish will finish finishes finished when school finishes simple present school it finishes your computer will last long as long as أداة الشرط your computer will last long في هون will last simple future بالمقابل دي simple present as long as you are careful with it 17 when you arrive at the station next Saturday we dare to meet you when you arrive simple present at the station next Saturday we be there we are there we will be there we were there أولاً هاي خيار خاطئ we be ما بتزبط برضو ظل عندي we are we will be our simple present will be simple future شوفوا يا جماعة في الوزارة حتى الآن ولا مرة ولا رح يعملوها إنه الطالب يميز بين 0 و 1 يعني زي ما حكينا في الحصة السابقة بأنه دائماً بيجيبولي جواب الشرط مكتوب اللي هو مرات بيكون simple present في type 0 simple future type 1 ولكن جملة الشرط دائماً بتكون هي اللي أنا بدي أختار فيها الفعل إلا هاي الجملة مثلاً مش على نمط الوزارة بالضبط when you arrive at the station next Saturday we will be there to meet you الجملة مش حتنفع تكون type 0 وأحكي we are there to meet you ما حتنفع مش مية بالمية يعني ممكن يا جماعة لما يوصل يصير معهم مثلاً أي طارق وما يوصلوا يعني مش مية بالمية إذا تحقق الشرط يتحقق جواب الشرط أما 18 يعني على أفكار الوزارة نادر will come with us tomorrow unless he help his father unless he simple present has to نادر will come with us tomorrow unless he has to help his father 19 I'll help you with your homework as long as you help me with mine بعد أداة الشرط سواء كان 0 أو 1 داعمل داعمل simple present خلال هذا على الشرط سأكون لدينا بداية عملي ينغي البيان خلال هذا لا ينقام سأكون لدينا في المنزلة لو سنعرف اوه اوه كيف تنعرف اوه كيف تنعرف كيف تنعرف الني اوه اوه كيف ستنفق النقود كيف سوف تنفق النقود برضو مش على غرار أسئلة الوزارة بس هي مثال في الإكتاب 22 لاحظوا هون أداة الشرط هي حتى لو نريد أن تحدث أيضاً ما تعتقد أن تندمج إذا ك rewrite إذا ك stolen مقرب ما تعتقد أن تحتاج ما تعتقد أن إذا ك Weather إذا كتبت أن تدع Angst يتم to learn a new language you need to be if you want to learn a new language خلص الأحمر يجوان والأزرق if you want okay if you want to learn a new language you need to be motivated provided that everyone hard will all pass our exams provided that everyone works hard will all pass our exams babies فراغ usually happy unless they are hungry or cold simple present babies are usually happy unless they are hungry or cold ice cream melts when it gets warm ice cream melts when it gets warm this is type 0 and this is fact this is the ok نعتذر هذا الخلال الفني 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 الجملة التي تحمل نفس معنا نعتذر هذا الخلال الفني 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 نعتذر هذا الخلال نعطذر هذا الخلال الفلك بدا تصير ننتقل الى الموضوع اخر هو مش موضوع اخر اخر بصراحة صفحة اخرى هذا الموضوع اسئلة الوزارة على اه شغلتين الاولى على اختيار الزمن في اف كلوز تايب زيرو او ون كل الامثلة على زيرو ون يا جماعة مش عارف يعني هيك اسئلة الوزارة كلها على زيرو ون ولا مرة جابوا على تايب ثري بس احنا تايب ثري مطلوب ولذلك كان عليه جمل واللي تحت منه وضع دائرة على اداة الشرط المناسبة بلانز داي اف ذي عشان تتأكدوا يا جماعة اسئلة الوزارة دائما بعد اداة الشرط دائما طلعوا بعد اداة الشرط الفراغ اف الفراغ بعد اداة الشرط طيب فور ها وين الفراغ بعد اداة الشرط ان لس فراغ بعد اداة الشرط ان لس كمان مرة الفراغ بعد اداة الشرط اما هاي بنشوف شو الفكرة فيها نوبر واحد كل وان راتز دائم موضوع معطل فراغ بعد اداة الشرط اذا سنت تتصل اذا لم يتصل اذا لم يتصل اذا لم يتصل اذا لم يتصل الاجاب الصحيح كل وان راتز دائم اذا لم يتصل ما بيصير يكون عندي مدل هون ومدل هون الخيارات الجواب الصح عشان it Ali will be upset if you don't invite him if you do not invite him to the party Rawan always takes her mobile when she goes out when she goes out you won't buy a new apartment unless you save enough money unless you save enough money you won't get a job in France unless you speak French unless you speak French شوف الجملة السبعة if one presses that button the picture شوف الخيارات the picture would move خطأ simple present moved خطأ شو ضل عندي moves اموف يعني لو حططلي will move والله ايجابة ايضا صحيحة بس هون the picture يعني it it moves اذا يعني بتصور لو حطنا اداة الشرط الفعل مكتوب وبدأ صحح جواب الشرط او اختار لجواب الشرط ما رح حطنا simple present simple future كونه اتنين الفرق بينهم بسيط جدا تمرين الثاني ايضا وزارة choose the best alternative بامكانك يا جماعة تعملوا pause للفيديو واختبروا نفسكو شوفوا تعرفوا الجاوب ولا لا كلها اسئلة وزارة على ادوات الشرط اوكي number one i couldn't climb mount everest فراغ someone carried my equipment for me جملة من الامثل اللي حلناها سابقا even if ما استطعت تسلق قمة everest حتى لو ان احدا حمل لي معداتي two babies are usually happy unless they are hungry or cold عادة الاطفال يكونوا سعداء اذا لم يكونوا جائعين او بردانين during ramadhan في رمضان muslims eat when the sun sits يفطر المسلمون عندما تغيب الشمس four you stop smoking you will have serious health problems unless you stop smoking اذا لم تتوقف عن تدخين سيكون عندك مشكلات صحية خطيرة منختم ان شاء الله هذا الفيديو يا جماعة بموضوع اشي اسمه الكاترينة في verbs افعال السلسلة شوفوا يا جماعة هذا موضوع التواخدتو بالاول ثانا وترى بس كيف كان عملكوا قائمة بالافعال التي يتبعها دائماً قائمة اخرى افعال يتبعها فير باين جي قائمة ثالثة افعال بنفع يتبعها فير باين جي بس مع اختلاف المعنى قائمة رابعة افعال بنفع جورها فير باين جي مع عدم اختلاف المعنى سيبوكم من كل هالحكي فاضي كله في التوجيه نحن مطالبين فقط بي الفعل want بمعنى يريد afford يتمكن need يحتاج intend ينوي hope يأمل plan يخطط هذه الافعال دائماً يتبعها to زائد verb one افضل تدريب عليها ان انا نحكي I want to go, I afford to go, I need to go, I intend to go, I hope to go, I plan to go I want to leave, afford to leave, need to leave, intend to leave, hope to leave, plan to leave افضل طريقة لتقوية السنس اوكي اذا هذه الافعال الستة فقط هي افعال سلسلة المقصود بافعال السلسلة بانه verb followed by another verb افعال سلسلة يعني افعال يتبع فعل في تسلسل وربعض اما الفعل stop يتوقف regret يندم risk يخاطر mind يمانع هذه المجموعة دائماً يتبعها verb one زائد ing فاحنا بنحكي stop going regret going risk going mind going stop leaving regret leaving risk leaving mind leaving ملاحظة مهمة جداً مهم جداً جداً الى اخره المهم في الموضوع نرجع بذاكرتنا شوي صغيرة هيك اول مجموعة من التنسز اخدنا simple present present continuous present perfect و past simple الاربعة هدول بيعتمدوا على دلالات ومؤشرات بناء عليهم بستخدم هاي الازمنة usually للمضارع البسيط for sense مضارع التام yesterday ماضي البسيط هذه بنسميهم key words دلالات ومؤشرات عبارة عن common time at variables ظروف زمان انتقلنا بعدها لمرحلة ارقى شوي past continuous past perfect كنا نستخدم ايش while win لل past continuous after before لل past perfect وحكينا انه كلمات الربط اقوى واهم تأثيراً من المؤشرات اذا وجدت كلمة ربط في جملة وفي دلالات ما بطلع الدلالات باشتغل بناء على كلمة الربط الان انتقلنا المرحلة الاخيرة اخر مرحلة اه اذا وجد فعل السلسلة بيلغي المؤشرات والدلالات وكلمات الربط اذا فعل السلسلة اقوى من الدلالات والمؤشرات وكلمات الربط يعني كأننا بنحكي هو اقوى نوع اقوى اشي في التأثير على اختيار الفعل اللي بعده طلعوا هون جماع we had the computer repaired because it had stopped اوكي stop فعل ويتبعه work فعل to working العلاقة بالفعل work فعل working فعل اوكي معنى هذي قاعدة فعل السلسلة مش راح اروح ادور على اي شيء من المؤشرات لو في after لو في before لو في when while yesterday next week tomorrow ايش مافي ولا بتطلع عليها طالما عندي فعل سلسلة الفعل stop ولاحظوا هو بيش stop stopped it's okey حتى لو stops حتى لو stopping شو مكان شكل الفعل بده يتبعه الverb ing stopped working we had the computer repaired because it had stopped working two are you planning shopping tomorrow طلعوا tomorrow يا سلام بس مافيش will z-verb 1 او tomorrow تدلع المستقبل اوكي اصلا هو استخدم present continue وصفون للدلالة على المستقبل بس انا الموضوع عندي في الفعل plan اذا هذه ولا الي علاقة فيها الفعل plan من الافعال استخدمنا هون stop هون الفعل plan بالافعال التي دائما يتبعها to z-verb 1 حتى لو كانت planning حتى لو كانت planned حتى لو كانت to plan حتى لو كانت plan شو مكان شكلها دائما يتبع to z-verb 1 to z-verb 1 اذا الجواب d to go three we hope to a new house by the end of the summer مش نشوف by the end of the summer يصير بالي يروحوا هنا هون دائما طلعوا ما قبل الفراغ عند الفعل hope hope بالافعال التي يتبعها دائما to z-verb 1 we hope to move we hope to move I can't afford afford a new laptop afford to z-verb 1 to buy can't afford to buy you don't need to have let's not risk losing the last train to tokyo tomorrow she regretted being angry at breakfast time الفعل regret هنا الفعل want she didn't want to cause offense to anyone she's kind hearted do you mind helping me to buy do you mind helping me to buy to do my homework next week do you mind helping ok الملاحظة هون جماعة فعل السلسلة يلغي تأثير الدلائل وكلمات الربط لأنه أقوى منهم يلغي تأثيرهم على شكل وزمن الفعل يعني بلغي الأزمنة وبلغي كل شيء وبناء على القائمة أول 6 أفعال يتبع to z-verb 1 والأفعال الأربعة ثانيات يتبعهم دائما verb ing لحد هون الحصة بك في أنكم تدرسوها الله يعطيكم ألف عافية في أن الحصة القادمة اليوم الأخ العطال الفني كتير يا جماعة سامحوني تكملة الموضوع تكملة الحصة خلص هذا تقرأ خمس دقائق أو سبع دقائق اللي هو using models استخدام الأفعال المساعدة الناقصة models المطلوبين عندنا في التوجيه أربعة فقط الاستخدامات وفي rewrite يعني rewrite ضع دائرة المدل have to والذي يعني من الضرور أن اللي هو necessary to لاحظوا هون معطيني الميننج معنى المدل وهون المدل يعني have to معنى necessary to من الضرور أن مثلا it is necessary to go you have to go it is necessary to leave you have to leave it is necessary to start you have to start not necessary to ليس من الضرور أن النفي شوفوا نفي have to don't have to مش haven't to مش شيش تسمو haven't to بالانجليز يه في فرق بين have في المساعد وhave to اللي هي المدل نفي have to don't have to okay it is not necessary to go you don't have to go it is not necessary to leave you don't have to leave it is not necessary to start you don't have to start and not allowed to قابلها must not you are not allowed to go you must not go you are not allowed to leave you must not leave كثير من الطلاب بيغلطوا عشان بيضلوا ماشيين على نفس الوزن have to don't have to must not to ديروا بالكم ما في تو هون ممنوع ما في مع must to to مع have to وإن في منها فقط you are not allowed to eat you don't you must not eat آخر واحدة maybe perhaps likely probably ومعنها محتمل ممكن مقابلها المدل might نشوف تمريين it is necessary that students learn the irregular verbs necessary معنى to have to don't have to غلط didn't have to غلط have to ok students have to learn the irregular verbs students had to ماضي لا ما في عنا had to إذن necessary مقابلها have to necessary that students have to it's not necessary to wear not necessary مقابلها don't have to you have to you had to you are not able to you don't have to هذا الخيار الصحيح نختم بآخر جملتين الموضوع بسيط هيك آه والله عم هاكي كل الموضوع بسيط على فكرة ولا مرة يجى في الوزارة سابقا you are not allowed to eat during the class not allowed to مقابلها must not you must not eat during the class هاي الإجابة الصحة must have to خطأ don't have to خطأ must not to must not to خطأ ممنوع must ما باقدت ممنوع إذن الإجابة الصحيحة a you must not eat during the class وآخر جملة perhaps his car is broken down شوف يا جماعة perhaps بدأ يجي مكانها might now his car هاي his car his car okay his car كل الخيارات his car his car الاختلاف might not might be can't must can't must خطأ might not بس هو بحكي might إذن might be broken down هي الخيار الصحيح الآن بختم الفيديو صح خلص الحصة هاي ونلتقي بالحصة القادمة يعطيكو ألف عفوة ترجمة نانسي قنقر